اهلا بكم نفت الولايات المتحدة تأكيدا إسرائيليا على أن الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية بحثتا إمكانية ضم المسلطنات في الضفة الغربية لإسرائيل ووصفت الخبر بأنه عار عن الصحة البيت الأبيض نفى إجراء مثل هذه المباحثات وقال المتحدث باسمه أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تبحث أبدا مثل هذا المقترح ولا يزال تركيز الرئيس الأمريكي منصبا على مبادرته للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين هذا وأجج البيان غضب الفلسطينيين الذي أثاره في الأساس قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر كانون الأول الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في عدول عن سياسة أمريكية متبعة منذ عقود بشأن هذه القضية نعتبر أن كل الاستطلاع الاستعماري حسب القانون الدولي هو غير شرعي وغير قانوني ولا بد من إزالته من كل أراضي الفلسطيني المحتلة الموقف الأمريكي الذي يحاول الآن أن يكون في ذات الخندق مع الاحتلال في مواجهة قضية شعبنا الفلسطيني وهو شريك في الأدوان والجرائم ضد الشعب الفلسطيني هذا الأمر الذي يجب أن يتوقف ومن أجل أيضا التأكيد على أن كل محاولات الاحتلال الاستفادة من هذه الأجواء لا تنجح في كسائرة شعبنا الفلسطيني وتثبيت الوقع على الأرض